تحت ذرائع مختلفة منها التدريب وإرسال الخبراء العسكريين تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في سوريا هذا الوجود الذي ارتبط في شمال سوريا بالمقاتلين الكرد ولسيما مقاتلوا قوات السوريا الديمقراطية حيث بات للولايات المتحدة عدة قواعد عسكرية موزعة على الحسكة والرقة وحلب في الحسكة للقوات الأمريكية حضور في مطار أبو حجر فيرميلان بريف المحافظة الشمالي وفي مطار خراب الجير بريف المالكية وعند سد الحسكة الغربي وصوام حبوب صباح الخير جنوب الحسكة في الرقة بات للولايات المتحدة قواعد عسكرية في الريف الشمالي وتحديدا في تل السمن وعين عيسى تقدم من خلالها الدعم العسكري للمقاتلين الكرد في المعركة ضد داعش في المحافظة وفي ريف حلب الشمالي تتمركز القوات الأمريكية في مطار خراب عشق وفي معمى لفاج للإسمنت بالجلبية في ريف حلب الشمالي أما في جنوب سوريا وتحديدا عند الحدود مع الأردن فللقوات الأمريكية وجود في قاعدة التنف حيث تحضر قوات بريطانية أيضا هنا تقدم واشنطن الدعم لما يعرف بجيش سوريا الجديد وأصود الشرقية وجيش مغاوير الثورة وهي فصائل من عشائر المنطقة الجنوبية لكنها لم تبدي حتى اللحظة أي قدرات قتالية توازي ما قدمه الكرد في الشمال ترجمة نانسي قنقر